بعدما كتب رسالة مطولة ومفصلة عن تجربته مع النادي الأهلي خلينا نستعرض يا شباب ما كتبوا ريكاردو سوارش ده الكلام اللي كتبوا ريكاردو سوارش كتب على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي فخر كبير أني مثلت أكبر نادي أفريقي نادي القرن أحد أشهر الأندية في العالم النادي الأهلي العمل الذي قمنا به بهذه الطريقة المكثفة والمتفانية وبكل شغف وفي مثل هذا الوقت القصير يترك الجميع دون استثناء مع شعور بأنهم قد قاموا بواجبه هذا النادي العملاق يعيش على الألقاب لكنني ما زلت أعتبر أن النجاح هو الطريقة التي عمل بها كل من يعمل في هذا النادي من جميع الاقتصاصات وكرس نفسه للعمل الجماعي وساهم في ذلك على الرغم من كل العقبات شرفنا قميص النادي شكراً لكم جميعاً النجاح هو أيضاً العائلة المكونة من جميع الرجال الحقيقيين الذين شكلوا الفريق من الأكثر خبرة إلى أصغر الرجال العظماء الذين أسعدوني كثيراً بالعمل معهم معهم شكري للجميع ولكن بشكل خاص للكثير من الشباب الذين ساعدت بإشراكهم في مختلف المباريات أريد أن أترك لهم كلمة تشجيع وثقة لأن ما فعلوه في التدريب وبعد التدريب وما فعلوه في المباريات يكشف أنهم محترفون رائعون ويجب أن يكون الأهلي سعيداً بوجود مثل هذه المجموعة القوية من الرجال لم نفز بالبطولات لكننا فزنا بألقاب الاحترام والاحتراف والاعتراف بأننا قدمنا كل شيء للأهلي أتمنى لكم كل التوفيق وأراكم مجدداً في يوم من الأيام هنا تظهر قيمة النادي الأهلي وتظهر إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابت المحمود الخطيب في تعاملها مع كل المدربين واللاعبين الأجانب سواء اللي بيتعاقد معهم النادي أو اللي بيرحلوا من النادي لو دورت مش هتلاقي مدرب أو لعب أجنبي مشي من النادي مهما طالت مدة عمله أو مهما قصرت مدة عمله إلا وبيتكلم بكل احترام وبكل تقدير عن النادي الأهلي مش هتلاقي لعيب ولا مدرب مشي من النادي الأهلي وما خدش كل حقوق من أسفقناكم لا النادي الأهلي ما بيعملش كده وبالمناسبة يعني دي من أهم أركان اللعب المالي النظيف ترجمة نانسي قنقر